بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته إن قضية الاستقلال ورفض العبودية والتحرر من الاحتلال قضية فطرية في البشرية فكل الشعوب وكل تاريخ البشرية يحكي بأن الشعوب ترفض الاحتلال وترفض الهيمنة والعبودية والاستعباد إذا تجولنا في التاريخ البشري نرى أن كل الشعوب التي رزحت تحت هيمنة الاحتلال قد قاومته وتصدت إليه وقد تنوعت أساليب المقاومة بين الإسلوب العسكري المسلح وبين الإسلوب المدني كما حصل ذلك في الهند حيث قاوم غاندي وهو لا يعتقد بدين حيث قاوم الاحتلال الإنجليزي بالمقاومة المدنية حتى أخرج الاحتلال من أرض الهند وكما حصل من قبل التايلنديين الذين لا يعيشون المعاني الدينية والروح الدينية قاوموا الاحتلال وأخرجوه بالسلاح والقوة وبالمقاومة العسكرية المسلحة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فهؤلاء الذين كانوا يرزحون تحت الظلم وتحت الاحتلال والعبودية طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم قائدا من أجل أن يقاوموا هذه العبودية وهذا الاستعباد من أجل أن يتحرروا فقضية طلب الاستقلال والحرية هي قضية فطرية إنسانية تمتد في طول تاريخ البشرية فالتوقع إلى الحرية أمر فطري لا يمكن أن يتخلف عن شعب أو عن فرد من الأفراد نحن في البحرين عشنا تجربة مريرة مع الاحتلال الإنجليزي فقد قام الاحتلال الإنجليزي باحتلال البحرين لفترة طويلة من الزمن وقد تسلط على كل إمكانيات البحرين وكل قدرات البحرين ومقدراتها حتى قرر بعد جهد جهيد أن يخرج من البحرين ولكن بعد أن ثبت الحكم لآل خليفة فالاحتلال الإنجليزي البريطاني قام بجريمتين الجريمة الأولى هي تثبيت حكم آل خليفة في البحرين والجريمة الثانية والتي ارتكبها منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وهي قضية حماية آل خليفة والدفاع والتغطية والتعمية على جرائم آل خليفة في البحرين فالبريطانيين اليوم هم يقومون بدور الحماية ويقومون بدور التغطية والتعمية على جرائم آل خليفة في البحرين نحن في هذا اليوم وهو يوم ذكرى الاستقلال وخروج العساكر الإنجليزية من البحرين يكون علينا دور ومسؤولية كبيرة وتحدي كبير الخليفيين في هذا اليوم يريدون محوه من تاريخ الشعب ويريدون طمس هذا التاريخ وهو تاريخ 14 أغسطس من الهوية البحرانية ومن العقلية البحرانية لذلك هم يحرفون التاريخ وينسبون تاريخ استقلال البحرين إلى يوم غصبهم لكرسي الحكم وهو السادس عشر من ديسمبر وتراهم يحاربون كل جهة وكل فرد يقوم بتثبيت وترسيخ هذا التاريخ في نفوس وفي عقول الشعب البحراني الأصيل لذلك قاموا باعتقال الرجل المناضل الدكتور عبدالجليل السنغيس الذي سعى من خلال الفعاليات ومن خلال البرامج ومن خلال المقالات أن يثبت هذا التاريخ بأن يكون هو يوم الاستقلال الحقيقي لكي نحافظ على هويتنا ونحافظ على تاريخنا فقامت باعتقاله في شهر رمضان الذي سبق الثورة المباركة وقاموا بالتنكيل به مع ثلة كانت معه نحن وظيفتنا اليوم أن نحافظ على هذه الهوية وهذا التاريخ ومسؤوليتنا اليوم مسؤولية كبيرة في ذكرى تاريخ الاستقلال وخروج العساكر البريطانية من البحرين المسؤولية الأولى والمسؤولية العظمى التي تقع علينا هي مسؤولية طرد الاحتلال السعودي من البحرين يجب علينا أن نسعى بكل الوسائل المشروعة بأن نطرد الاحتلال السعودي من البحرين ففي يوم الرابع عشر من مارس في العام 2011 دخلت القوات السعودية إلى البحرين واحتلتها وتحكمت بمصير البحرين وقامت باستخدام القوة لفرض هيمنتها وإرادتها على شعب البحرين اليوم نحن أمام مسؤولية أن نخرج هذا الاحتلال من أرضنا وأن نحرر البحرين من هذه العساكر والمسؤولية الثانية هي مسؤولية مواجهة الهيمنة والتخلص من الهيمنة الأمريكية والبريطانية في مصير شعبنا وبلدنا البحرين ومقدرات شعبنا في البحرين يجب علينا أن نتحدى وأن نقاوم الهيمنة البريطانية والأمريكية وأن نعيش الاستقلال السياسي الحقيقي وأن لا نرهن مصيرنا وقراراتنا السياسية بالإدارة الأمريكية والبريطانية إذا استطعنا أن نقوم بهاتين المهمتين فإن سقوط آل خليفة سيكون أمرا حتميا لأن آل خليفة وجودهم باطل ولا يمتلكون الحاضنة الشعبية في البحرين وإنما استنادهم على القوة وعلى الاحتلال السعودي وعلى الدعم الأمريكي والبريطاني في البحرين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل هذا اليوم الذي نطرد فيه الاحتلال السعودي من البحرين وأن نتخلص من الهيمنة الأمريكية والبريطانية وأن نتخلص من حكم العصابة الخليفية المجرمة في البحرين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن موثقلينا وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يؤاوي مطاردين وأن يشافي جرحانا وأن ينصرنا نصرا عزيزا من عنده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته